السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة هناك طلب من احدى الاخوات الفاضلات المستمعات الكريمات للحيات للحيات كتقول بانها متزوجة مع زوجها سي مصطفى هذه السنوات وينتظران الخلفة وقد استشار الاطباء وقام بكل الاسباب والمسببات ولكن بعد طول انتظار ومرور السنوات لا زال الوضع كما هو ان شاء الله للاحيات تعتقد بان الله تعالى يرزق بالاسباب ويرزق بلا اسباب بل ويرزق ضد الاسباب فهو سبحانه وتعالى امره بين الكاف والنون اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون وتعلم ان الدعاء هو مخ العبادة وان الدعاء اذا وصل الى الرحمن وقبله فان الله تعالى يقول لأستجيبن لكم ولو بعد حين فتلتمس منكم اختنا حياة من المستمعين المستمعات كتقول لكم الزلوح الفتحة لعل الله تعالى يسعد قلبها لعل الله تعالى يرحمها ويلطف بها ويرزقها كما رزقنا جميعا يرزقها الذكور والانت فاللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا من قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يا رحمن يا رحيم نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبوجهك العظيم ان تكرم اختنا حياة وتبشرها بحمل قريب من زوجها مصطفى اللهم يا رب بشرها بحمل قريب وارزقها يا رب الذكور والانت بشرها بالثوأم بالذكر والانت اللهم كما رزقت سيدنا زكرياء على كبر وكما رزقت سيدنا ابراهيم على هرم وكما رزقت السيدة مريم العذراء بلا زوج اللهم رزق اختنا حياة وزوجها مصطفى ذرية طيبة مباركة في القريب العاجل قولوا معنا جميعا امين 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 رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة